ومنقشت أبرز التطورات على الساحة الدولية رحب بضيفي ميناء القاهرة دكتور مصطفى عمارة مدير مكتب جريدة الزمان الدولية أهلا بيك دكتور مصطفى سوف نتحدث اليوم عن الدور المصري وخصوصا مع الولاية الثالثة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي داخليا لنبدأ من الداخل المصري هل هناك من تحديات وإلى ما يتطلع المصريون بالقطع يعد الملف الاقتصادي هو أبرز التحديات التي تواجه الرئيس المصري في الفترات الجديدة حيث يعاني المصريين أو عانى المصريين في الفترة الماضية من أزمة اقتصادية طحنة أدت إلى ارتفاع سعر الدولار بصورة لم يصفق لها مسيل حتى وصل إلى سعر الدولار إلى خمسين بالنسبة للجنيه بالمقارنة بالسوق بسعر الدولار في البنوك الذي وصل إلى تلاتين جنيه وبالتالي فإن هناك أزمة اقتصادية طحنة يعني تواجه الرئيس المصري وهو ما يسعى إليه لمواجهة تلك الأزمة من خلال التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي يبدأ مراجعته الثانية مع مصر مع مطلع العام القادم وبالتالي هناك مشكلة وهي موضوع أزمة الدولار وموضوع تعويم الجنيه حيث يطالب البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي بالعديد من المطالب منها تعويم كامل للجنيه المصري وبيع الوصول والشركات وبالتالي هناك أيضا فوائد ديون على مصر في خلال العام القادم تبلغ تلاتين مليار دولار هناك يعني الرئيس المصري يحاول بكافة الطرق ومجهة تلك الأزمة من خلال مشاريع العمل على مشاريع انتاجية وموضوع الانضمام التأم المصر من خلال الانضمام إلى قطرة دريكس في إحداث تعاون يمكن أن ينقذ البلاد من عصرتها التحدي الآخر وهو التحدي الأمني ولا يقل خطورة عن التحدي الاقتصادي حيث تواجه مصر خطر على النحر القومي بفعل الممارسات الإسرائيلية التي ترمي إلى تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء وهو الأمر الذي رفضته مصر ربما قاطعا لأن ذلك سوف يؤدي إلى تصفية القادية الفلسطينية ولكن المسكلة أنها مع تزايد النازحين على منطقة رفح يمكن أن يدفع هذا النازحين إلى اقتحاب الحدود المصرية كما حدث منذ عدة سنوات عدة سنوات وبالتالي فإن هناك مسكلة كبيرة في حالة حدوث ذلك أما القبول بالتوطين وهو سوف يؤدي إلى تصفية القادية الفلسطينية ومشاكل بالنسبة للأمن القوم المصري أو تجاوب مع المطالب الرامية إلى توطين الفلسطينيين لإنقاذهم من منطق محقق والخيارين أعتقد أنهم أصعب من كل الخيار أصعب من الخيار الآخر هناك أيضا موضوع التحول الديمقراطي والمطالبة لأن هناك الانتخابات الماضية طلبت العديد من الأحزاب أن يكون هناك تحول الديمقراطي حقيقي وأن يكون للأحزاب دور أكبر من الدور الذي كان في المرحلة السابقة وأطلاق حرية الصحافة وغيرها من الأقلات الأخرى التي تعزز المصار الديمقراطي أعتقد أن هذه هي سلاسة التحديات الرئيسية بالنسبة أيضا هناك التحدي الكبير أيضا موضوع ما لفل سد النهضة بعد أن وصلت المفاوضات بين مصر وأسيوبيا إلى نقطة النهاية وبالتالي فإن أصبحت مصر مطالبة بحماية أمنها المائي سواء من خلال دكتور مصطفى سوف نتكلم عن سد النهضة وأيضا قبل أذهب إلى سد النهضة سوف ننتقل إلى البحر الأحمر يعني ممارسات الحوثيين في البحر الأحمر التي وصفت بأنها تستهدف الملاحة الدولية اليوم كيف يقرأ ذلك بميزان المصريين وما تداعيات هذه الممارسات على قناة سويس؟ بالقطع فإن رغم أن سعي مصر إلى عدم توريث نفسها في نزاع عسكري جديد ومفاوضات الولايات المتحدة مع عدد من الدول لإقامة تحالف لحماية منطقة البحر الأحمر إلا أن مصر تتحلق بموضوع ضبط النفس بقدر الإمكان إلا إذا وصل الأمر إلى موضوع أغلاق باب المندب في هذه الحالة ربما تأخرت مصر في تحالف عسكري لحماية باب المندب بأن ذلك سوف يؤثر تأثيرا كبيرا على قناة السويس وبالفعل هناك عدة شركات ألغت حجوزتها واختارت طريق رأس الرجاء الصالح رغم أن ذلك سوف يزيد التكاليف ولكن هذا سوف يؤدي أيضا إلى انخفاض دخل قناة السويس والذي يعد دخل أساسي بالنسبة للاقتصاد المصري مصر تتحلق بضبط النفس ولكن إذا تعرضت الملاحة في البحر الأحمر وتأثير ذلك على قناة السويس الخطر كبير فإن مصر أعتقد أنها لن تتردد في الإخارات في هذا التحالف لمنع الحصيين من إغلاق باب المندب ومصر تلقت في الفترة الأخيرة تطمينات من الحصيين بأنها لن تتعرض إلى إغلاق موضوع باب المندب ولكن كل نهضة الساتف فقط المواند الإسرائيلية رغم أن ذلك بالقاطق يؤثر أيضا على الملاحة في البحر الأحمر طيب دكتور مصطفى أمام فشل الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان والثيوبيا اليوم سؤال يطرح نفسه ما خيارات مصر في التعامل مع هذا الملف هناك بالفعل عدد من الخيارات رغم أن الخيارات حتى الآن ليست مؤثرة لأن الموضوع سيوبيا حياليا وصلت إلى المرحلة الخمسة تستعد الآن للمرحلة الخمسة من عملية سد النهضة حيث يمكن أو تصل كمية المياه المخزنة إلى 64 أو 74 مليار متر مكعب وبالقاطع هذا سوف يدع العجز مائي خطير بالنسبة لمصر وسوف يدع إلى قلة المساحات المزارعة وهو ما يضاف الأزمة الاقتصادية هناك بالفعل عدد الخيارات محدودة ولكن أعتقد أن مصر سوف تصل الجميع الخيارات منها التفاوض أو التصال مع الدول الممولة وخاصة أن هناك دول عربية كالسعودية والإمارات تعدى من الدول الأساسية التي تمول سد النهضة وبالتالي فأن مصر سوف تسعى إلى مواصلة اتصالتها مع الأسقاء وكما قلت على العثوم السعودية والإمارات هناك أيضا محاولات سوف تجري من جانب مصر للجوء مرة أخرى إلى مجلس الأن ولكن تحت طار البند السابع والذي يتيح استخدام كل الوسائل بما فيها القوى العسكرية هناك أيضا الاتحاد الأفريقي وأعتقد أن الخيارات المصرية هناك أيضا خيارات داخلية منها التحسب لأسوأ النتائج من خلال قاومة مشاعرية تحلية المياه واستخدام وسائل الرأي الحديثة كل هذه خيارات سواء كانت خيارات داخلية أو خارجية ولكن المشكلة أن مصر تأخرت كثيرا في موضوع معالجة هذا الملف حيث أن الخيار العسكري وهو كان أحد الخيارات المطروحة أصبح احتمالاته وضعيلة لأن الدول الممولة لسد النهضة لن تسمح بذلك فضلا على أن ضرب سد النهضة سوف يؤدي إلى مشاكل منها أخراق مساحات شاسعة من مصر وربما من السودان أشكرك جزيلا شكر ضيفي من القاهرة الدكتور مصطفى عمارة مدير مكتب جريدة زمان دولية شكرا جزيلا على هذه المداخلة شكرا جزيلا على هذه المداخلة